بينما تحدث المبوث الروسي والمناسق الأوروبي ميخايل أوليانوف عن الأجواء الإيجابية التي شهدتها الجلسة الأولى من الجولة السابعة من المفاوضات التي جمعت إيران والدول الكبرى في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 قال مسؤولون أمريكيون إن سير المفاوضات النووية متدني في حين تصر إيران على المطالبة اليوم بضمنات بعدما حسمت أمرها في عدم تغيير شروطها الإجراءات واضحة المفاوضات غير قابلة للتغيير لن نضيف حرف إلا بما يتعلق في الضمنات نحن هذه المرة إن لاحظتم في اللجنة كانت القيادة حريصة أن نرسل إجراءات تتعلق في خبراء ماليين واقتصاديين لأن الأولويات اليوم انتهت بما يتعلق في التقنيات النووية انتهى في الجلسة الماضية كان الحديث كافي ووافي بما يتعلق في التفاصيل التقنية المتعلقة بالمفاعلات في المقابل وبلهجة شديدة خاطب وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان أمريكا والدول الأوروبية قائلا إن عليها أن تديك أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد ما يحيب نهاية فرص المحادثات النووية الإيرانية المحادثات هذه آخر جولة إن لم نأتي في نتيجة لن يكون هناك جولة جديدة بعد هذه الجولة القائمة اليوم سنبقى في إجراءاتنا التطوير النووي قائم سيكون هناك إجراءات جديدة بإذن الله توسع نظام الارعاي أو الطرد المركزي قائم لن يتوقف فيما اتفق الكيون الصهيوني وبريطاني على العمل للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية تطرح تساؤلات حول ما إذا كان الكيان سيضغط على باقي القوى الكبرى أم أنها ستخفق في تحقيق مسعها